أمير سعيود ادىنا الكلام النهائي في موضوع الإعارة نيروح إعارة سعيدة فإحنا ما كانش ينفع نطلع ونصرح توقيع عبدالله السعيدة كوانا الأمور انتهت بعض الناس من الإعلامين أو في قناة الفضائية ما قدرش يعني التقط هذا التصور أو الفكري من جانبي وطبعا لجأ إلى أنه يعني يرد بوسيله المعروفة أنه هامش دوء يعني مش دي القضية لكن أنا كنت طبعا متعود انت على كده أنا متعود طبعا مش الأساس أننا نستعر يطلعك ما عملتش حاجة مش مشكلة مش مشكلة خالص لأننا مش بنشتغل عشان نازهوا بعملناه لكن بنشتغل عشان الأهل يستفيد وعشان برضو كل إنسان بيحب ينجح في شغل أكيد فأنا لما أكلف بشيء باستميت أننا ربنا قدرني وانجح فيه وخصوصا لما يكون شيء الناس مرتبطة متلهفة عليه لأنه حيفيد النادي الأهل فأنا انتظرت حتى اللحظات الأخيرة وكابتن ساد عبد الحفيز فضلت أتابع معه هو هاني رشاد مشوارهم إلى إسماعيلية بالأمس ومرضتش أنوي خالص لهم في طريقهم إسماعيلية للحصول على استغناء لأن أنا برضو تعلمتي من درس السنة اللي فاتت بتاع المعتسم سالم طلع برضو أحد الزملاء كالعادة بعد ما اتفقنا على كل حاجة وتصور الموضوع انتهى وأعلن قبل أن نحصل على الاستغناء فكانت النتيجة قاموا بحجد وتحريد الجماهير والناس ما قدرتش تدي الاستغناء فأنا طبعا كل ده بتوخى لأني بعضهم مجلس دارة اسماعيلية بعضهم الجماهير بعضهم الزملاء اللي رايحين يخلصوا فقلت مش هتكلم خالص غير لما اتطمن واتطمنت الساعة اتنين وشوية من الكابتن سيد وكلمت المهندسة رفض عبد العظيم يعني هنيته على الصفقة الحقيقة عملوا شغل احترافي على مستوى الإسماعيلي في هذا الأمر قدر الأمر باحترافية عالية جدا وحصل على صفقة تاريخية بالتأكيد يعني هنشرح ليه ساعتها بس ساعة ما خدنا الاستغناء وخدوا الشيكات وخدوا الإعارة بتاعة أمير سعيود كابتن أمير سعيود قلت كده نقدر نقول ان احنا أنجزنا الصفقة والحقيقة هني رشاد فضل لحد الصباح مرجعش إلا العصر بعد ما ختم المنطقة بتاعشوف حجم المجهود اللي بوزل واللي احنا عايزين بسرعة نعلن قبل ان ينتهي فمعليش انا بعذر وبعتازر للإعلام اللي حاب بياخد مننا تصريحات وأنا كنت مش عايز أصرع بحاجة إلا ما يخلص الأمر طب يمكن رزق سلامة من الألوبية بيقولك ويسألني برضو ليه فردتوا في أمير سعيود وده لعب جامد جدا لم نفرد في أمير سعيود دي نقطة مهمة لم نفرد اطلاقا في أمير سعيود وعايز أقولك سر أمير سعيود للوهلة الأولى وكلنا للوهلة الأولى رفضنا باي ولكن رجع عمل حاجة زكية جدا لأنه هو لعيب زكي والحقيقة كابتن سيد عبد الحفيز يمكن ده كان مخترح منه ولا حاجة قال له ما تيجي ناخد رأي ميستر مانو جوسيه ايه الفايدة اللي ليك ولينا وللإسماعيلي من هذه الإعارة فانتظرنا لحد التمرين بعد التمرين قاعد معاه ميستر مانو جوسيه خرج من التمرين قال له هفكر وبعد شوية خد قراره ايه اللي قاله ميستر مانو جوسيه لأمير سعيود خليها البعضين دي لأنني ما عرفهاش لكن بالتأكيد اقنعه أن لأنه عرف رأي ميستر مانو جوسيه سستنتج ممكن يقول له ايه ميستر مانو جوسيه يرى أمير سعيود اللاعب عظيم الموهبة وأنه قد يمكن لهذا اللاعب إذا تم تطوير أداءه ومفهومه التكتيكي ونطجه في العمل الجماعي أن يصبح واحد من أهم اللعبة في أفريقيا ده رأيه فهو يمكن رأى مستر منول وقال هذا الكلام لأمير أنا مش هفرض فيك بالبيع أبدا لكن إذا كنت عايز روح تلعب وبانتظام بس بقى نصيحتي لك واحد اثنين ثلاثة اربعة من نواحي الفنية عشان تعود وقد عبرت عن نفسك بالشكل اللي نتمنى جميعا وتصور أنه هو ده إذا تقال بهذا المفهوم أو حاجات أخرى تحاولوا بقى تجيبوا الكابتن سيد مرة أو إذا كان موجود دلوقتي في المعسكر أكيد النهاردة النهاردة حيبقى صعب أن نتصل بهم عشان المباراة ده حتى المؤتمر الصحفي اللي كان مفروض يعمله الكابتن عبدالله السعيد يعني لما تأخره عشان كان بيخرج من المستشفى هو وزوجته فقال حتى تأخر شوية فالكابتن الخطيب وجهاز الكورة قال له لا يعني ما ينفعش يخش قبل التدريب أو أثناء التدريب يتعامل مؤتمر يشتت قبل المباراة قبل المباراة فأرجعنا المؤتمر الصحفي التاع صفقة عبدالله السعيد يمكن لأول مرة في خضم المنافسة بين الأندية على الانتقالات بنلاقي صراع بين الوكلة لأنه في وكيل بقى مفوض من نادي يعني كان الأول وكيل لعب ووكيل لعب آخر أو نادي مع وكيل لعب يعني كان الطرف لقينا صراع لديكا وكيل لعب شرعي ووكيل لعب هذه المرة هو وكيل نادي أو كيل إن هو مفوض من النادي وتحولت المسألة في صفقة عبدالله السعيد إلى منازلات إعلامية صعبة شوية هو بس عايزة أوضح نقطة عندما بدأ التفاوض بدأ من خلال اتصال تليفوني ببارك للمهندس رأفت وقال له إحنا عايزين يعني نتطرق إلى إذا كنت تعرضوا حد من نجوم الإسماعيلي إحنا جاهزين فقال الظروف العامة بتسمح لنا دلوقتي أو بتحتم علينا أن يكون عبدالله السعيد لأن ظروف كذا 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 وإحنا فوضنا محسن عبد المسيح المهندس محسن عبد المسيح عدو مجلس الإدارة في أن يكون هو المفوض في التفاوض فبدأنا مسؤولين مع مسؤولين ولكن خلال تطور الأحداث تم دخول محمد شيحة مفوضا عن نديان الحقيقة وخلال حديثك أنت محمد مصفة ومحمود المخبزة في الأعداد جهزون للتنين بكلم في تفاصيل يعني الثمانية واربعين ساعة الأخرانية أو يمكن أكثر شوية تحديدا من بعد ما رجعت من ملك وكتابة بعد حلقة الثلاثين قبل فجر الثلاثة طبعا أنا بكلم بكابتن حسن هنا وكابتن حسن بيتابع الموقف إحنا كنا عند ستة مليون جنيه ودايما كان مستني وفاهم أن فيه وقت يسمح أنه يستنى لما يرجع الكابت الخطيب عشان يبقى فيه لجنة كورة ونعد نتنخش كلنا زائد طبعا أنت عشان تغير موقفك المالي لأن تبقى فاهم مدى تمسك الجهاز الفني وإلى أي مدى باللعب ده ما كانش متاح قدامي فأنا فكرت وانا مراوح وانت الزفدلنا بالطريقة دي وتحاول الموضوع إلى مفاوضات على الهواء بين وكلاء اللاعبين قد نفسد الأمور كلها وقد لا نصل إلى شيء نستطيع أن نصل إليه لو كلنا مدركين كل واحد عايز يوصل لحد فين فطلبت الكابت الخطيب وكابت السيد في المغرب وقلت له لا الموضوع كده حيطول والمواضيع كده بقت على الهواء وأنا بسمع كلام الزمالك في الطريق لا مش في الطريق كل ساعة ويمكن كل نص ساعة في تطور تلاقي في الزمالك وبعدها بشوق تلاقي في الأهلي على الهواء وفي الفضائيات وأنا ما نشعارف يعني أحرك الأمور لأن أنتوا قدتوني قرار في سقف معين وأنا عايز أقول لك وجهة نظري فقالوا لي طيب الحل إيه الكابت الخطيب الحقيقي قال أنا الحد وقتها لم أتحدث معه عبدالله سعيد بشكل مباشر لأن هو كان قافل تليفونه واضح حتى على الهواء مش قادر يتكلف في تفاصيل يعني هو خجول جدا ويمكن كان منشغل مع زوجته فكان مصدر تامر الحل إيه قالوا الحل لازم نشوف عبدالله سعيد في مواجهة مباشرة قلت له طب تصهروا معي بقى للصبح وروح تمكلم تامر يا تامر مش عارف أجيب عبدالله قال لي ما هو قافل تليفونه طبعا قلت له لا تجيبهوله تجيلي فورا قال لي كابتن عاد ليه ده فرحاء وانت في شبرامونتو وانت مش عارف شبرامونتو وانت مش عارف في أكتوبر المهم يعني قال لي قلت له حنصهر حنصهر النهاردة لازم يبقى في قناعة لدى الجميع هنتوقف عند هذا الحد وسلامه عليكم ولا نكمل وروح تقال لي طيب انا هجيبه واجي كلمت كابتن سيد تقول لي سيد بقى الكابت الخطيب يرتاح له ساعة ولا اتنين بس هتيجي لحظة هتصحيه هو قال لي كده وانت لازم تفهمني الى اي مدى انت متمسك فنيا باللعب عشان لازم نطور العرض بتاعنا لان لو فضلنا على كده مش هنخلص وقد نفقد فقال لي لا ده صفقة مهمة جدا 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 قلت له اذا كانت مهمة جدا جدا كلمت كابتن سيد عن نقلا عن مستر مانو نقلا عن مستر مانو جي سي طبعا لانه انا قبل كده بيوم كلمته فقلت له فاهمني موقف مستر مانو اللي ايه قال لي لا مصر عليه قلت له طيب لازم مع الكابت الخطيب على ما جيب لك الناس تكونوا استقريته على اهمية هذا الانتقال الى النادي الاهلي ويبقى كابتن الخطيب برضو شاعر بهذا لانه سألني يعني جاء انتوا معا هناك فاحسموا لي هذا الامر على ما يجي الناس طبعا جوا لي وكلمنا الكابتن الخطيب وعبد الله يعني ما تكلمش في اي تفاصيل ظهر الكابتن الخطيب قال له يا ابني انت متمسك بالاهلي قال له طبعا يا كابتن طب انت تعمل كذا وده النقطة المهمة جدا يعني اللعب اللي بيتمسك بالاهلي بكل القوى والصدر ده لابد ان بيبقى فيه تمسك به هونت بقى لما بتلاقي هنا اهمية الاتصال المباشر لان كان ممكن جدا الكابتن الخطيب يقول لك وبعدين بقى لا ماينفعش ده شغل بيتلعب بينا على الهواء لكن لما سامع من الكابتن عبد الله وشاعر بصدقه قال لك ماينفعش لعب يتمسك بالا الدرجة دي وانا اقول والله يا كده يا بلاش فبدأ فكرة تطوير فكرة تطوير العرض وخصوصا ان انا بعد ما اكلم الكابتن السايد وكلم الكابتن الخطيب انا يعني قلت له بصراحة خجلان يكلمكم الفلوس لكن هو معروض عليه كذا ودلوقتي هو مستعد ينزل لكذا وبس ده وصل الامر انه مستعد عشان يقل يديق الفجوة اللي بيننا بالاسماعيلي هو له مبلغ عند الاسماعيلي اختارب من المليون جنيه مستعد يسيقه فتدوق يعني اتقرب المسافات بيننا وبين عرض الزمالك اللي قيل وقتها انه سبعة مليون ونص طبعا الحمد لله واستقررنا وتقريبا اتفقنا على ملامح العرض بتاع الكابتن عبدالله السعيد وفيهم كواس قوي انه لازم يبقى في اطار لعبتنا عمره محدة حييجي ياخد اكتر من لعيب النجوم بتوعنا مهما كنا محتاجين فده كان في اطار اللعيبة بتاعتنا يعني ما ينفعش ييجي يقول لي اعلى عرض ايه لازم اخد زيه لان فيه نجوم بقى لا سنين عملت انجازات وطورت سارة والراجل اغطنع كويس وبدأنا مرحلة في الصبح بقى هم مشوا وبعدين انا كلمت الكابتن حسن الصبح قلت له موقف الجاز الفني كذا موقف الكابتن الخطيب كذا بعد الحوار مع اللاعب وان اللاعب والوكيل بتاعك وانا عندي لحد الفجر وحصل حوار مع المغرب قال لي تاب نقدر نعمل ايه قلت له انا رأي ينزق شوية بالاضافة للمبلغ اللي حتنازل عنه اللاعب يبقى احنا كده زي عرض نادي الزمالك زايد لازم ندي ميزة لنادي اسماعيلي لان الحقيقة هم كل ما يكلموني يقول لي لي مش معقولة انت تبيع شريف عبد الفضيل بسبعة مليون زايد لعيب مهم جدا زي صديق واحنا نعمل صفقة اقل من كده فانا برضو كابتن حاسس ان انا لو عادت مكانهم اهم حاجة يا ابراهيم انك تقعد قدام الشخص اللي انت بتتفاوض معه مشكلته يا اخواننا مع جمهور شعره لازم يستفيد مش معقولة الاهل يستفيد لوحد طيب فبسرعة كده تم تطوير العرض ودخلت فكرة سعيود انه هم طالبين وكانوا انتقال نهائي وطبعا احنا رفضنا هذا الكلام فبدأت فكرة لا مانع في حالة موافقة اللاعب ان احنا ايضا ندعم به الصفقة تبقى حاجة هدية زيادة عن الاتفاق المالي تسعد بها جماهير اسماعيلي ودي بتدخلنا في اطار عندما تدخل صفقة لازم وين وين اكسب واللي قدام يكسب اعتقد صفقة تاريخية لمجلس ادارة النادر اسماعيلي حيسعد بها جمهور اسماعيلي كل الاطراف امير سعيود اضافة كويسة كل الاطراف خرجة من هذا الموضوع كذبانا ويفيد الاهل فيه تطويره وتجهيزه تكتكية طيب انا شافك عمال بتشاور طيب عايز اقولك انه امكن زي ما اتفانى صراع الوكل اللي حصل محمد شيحة وكيل لعبين لكن في هذه القضية قال انه هو مفوض من النادي الاسماعيلي صراعه مع وكيل اللعبين المنافس له زميله تامر النحاس وكيل اللعب عبدالله سعيد خلق حالة من الضبابية الشديدة جدا في الصفقة